لابورتا طبعا رئيس برشلونة بيعتذر بعد خراب مالغة زي ما بنقول الحقيقة طبعا في حالة من الحزن والتشاؤم الشديد جدا جدا على جماهير برشلونة بشأن مستقبل الفريق في الفترة اللي جاية في زل طبعا الصورة المغزية اللي ظهر بيها الفريق خلال مباراته مع باير ميونيخ طبعا يوم الثلاث وطبعا تعرض طبعا لخسارة ثقيلة على ملعبه بسلاسية نظيفة طبعا في المبارات اللي جامعت برشلونة مع البايرن طبعا زي ما بقول لحضراتكم دايما برشلونة والبايرن تيجي ذكريات 8-2 لكن كمان النهاردة رئيس النادي بيطلع بيعتذر حارس رئيس النادي طبعا على طبعا لابورتا يوم الأربع على توجيه كلمة لجماهير للجماهير الكاتلونية بعد طبعا السقوط المدول للفريق وخسرته على ملعبه أمام البايرن بسلاسية نظيفة في التشامبز ليج قال طبعا يعني هو بيقول أكيد الخسارة كبيرة جدا ولكن كنا نتوقع كده يعني هو قال طبعا كنا نتوقع كده لأنه زي ما بيقول هو كمان بيقول أنه شاركونا يعني ما تتخلوش على الفريق في الفترة اللي جاية ويوجه يمكن رسالة قال يعني أنا محبط وحزين مثلكم تماما طبعا بيتكلم جماهير برشلونة أكيد أريد الفوز وأريد التقدم بالفريق ولكن ساندونا إلى النهاية طبعا لابورتا بيطالب جماهير برشلونة اللي بيمر بأزمة أزمة طبعا على مستوى الشامزيج أكيد يعني السنوات اللي فاتت كان برشلونة دايما مرشح للوصول المباراة النهاية أو على الأل المربع الزهبي أعتقد الصورة اختلفت جدا السنة دي وبعد اخسرته 3-0 على ما لعبه أمام البايرن أعتقد ما فيش يعني أكتر المتفائلين لبرشلونة هو الوصول لدور التمني اشتركوا في القناة